السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزاف لي سقصوني على إذا كانت فيزة الزواج أسهل أم فيزة الخطوبة أسهل أنا زوجة تاعدة اللي درت فيزة الخطوبة ولكن بزاف من العائلات التوعية داروا فيزة الزواج يعني عندي معلومات بزاف ونقول لكم أنهم بالنسبة للملف تقريبا كيف كيف ما كان حتى اختلاف وكان بعض النساء قالوا لي أنه يعني لدير فيزة الزواج ما زال ما سمعوش حتى وحدة يعني رفضوا لها الفيزة ونقول لهم لا وكان بزاف ناس وبزاف نسان عارفهم بالأطفال تهم ورفضوا لهم فيزة الزواج لأوروبا والأمريكا أيضا راح نذكر لكم بعض الأمثلة على الناس اللي نعرفهم مليح ولي رفضوا لهم الفيزات باش نتعرفوا على الأسباب تعرفة الفيزة وكام اللي رانا نتعلمو أولا كان قصة بنت عمي في فرنسا بالتعمي كانت يعني في الجزائر وزوجته كان إميغري يعني مغترب في فرنسا وهو مولود في فرنسا يعني كامل عائلة تعابوه وأمه وإخوانه كامل في فرنسا ولكن كان يعيش مع أبوه يعني جاي بين العادة تعالجزائر كما إحنا العرب يعني مرأة وراجلهم الزوجين ولادهم كبروا وتزوجوا ودكورة هي كل واحد يأخذ بيت ويتزوج فيها يعني غرفة ويتزوج فيها هذا عادي بالنسبة في الجزائر أو الدول العربية عادي ولكن في أوروبا أو في أمريكا ما يقبلوش هذا الشيء ما لازم الإنسان بعد الزواج لازم يعيش وحده هذا هو القوانين تعل الأجانب ومذكورة حتى في قوانين الفيزات كذلك ولكن بعض الناس ما يقرأوش مليح القوانين أو ما يفهموهاش لا أعلم ولكن ماذا حدث مع هذه بالتعمين تزوجوا في الجزائر وهو بعد ما رح لفرنسا هي اكتشفت برهاب الحمل هو ما هتمش بالموضوع مليح أبعت لها الطالب الفيزا وأبعت لها الدراهم وكامل الأوراق الأخرين بعد ما جاتها يعني موعد المقابلة راحت للموعد المقابلة بقوا يسألوها المقابلة واش هي أسئلة روتينية كيفاش تعرفتلي على راجلك وين را يسكن واش يخدم اش حال يخلص في الخدمة نتاعها يعني هكا أشياء روتينية فقط بعد ما شافوا العنوان وين ساكن الزوجتها قالوا لها هاد العنوان تعرفيك قلت لها أنا عمري بشيس في فرنسا ولكن نعرف باللي هاد العنوان هو نفس عنوان الأب والأم يعني هديك الدار باها شراها في فرنسا بتقصيد يعني زوجة تحامة عندها لا دار وما يقدرش حد ما كاريش يعني فرفضوا لها الفيزا على هاد السبب لأنه كان عايش مع أبوه يعني يقول لك هاد الإنسان ما قادرش حتى يخلص كاريه ويعيش وحده وكيفاش راح يقدر يعيش أمره وأصلا رها بالحمل رفضوا لها الفيزا الأولى لهذا السبب المرة الثانية يعني العاملة موراها جدد لها الطلب تاع الفيزا ولكن بالتعمي كانت ديجا ولدت بنت البنت الأولى يعني بعد ما زادت البنت بعد ما يكون ملف واحد للزواج ولا ملف للزواج وملف للطفلة يعني هوا ولوا زوج ملفات وراكم عارفين أنه البروصس يعني هذا الملف يعني ياخد فترة عام باش يمدوا لك موعد للمقابلة يعني في الفترات عهدك العاملة دار بتعمي عود كانت بالحمل بالطفل الثاني وكان عندها ديجابنت يعني عندها زوج ملفات للفيزا وراها بالحمل الحمل الثاني بعد ما راحت تفوت الفيزا زوجة تحا ما كانش كان كراف وحده ولكن بعت لها فقط درائب تاع السنة الأخيرة فقط وهما طالبين ثلاث سنوات الأخيرة مش يغل السنة الأخيرة يعني عاودوا رفضوا لها للمرة التانية رفضوا لها فيزة الزواج المرة التالتة كان عندها يعني بنت وولد يعني الطفل التاني اللي كاتب الحمل عاود لأنهم ناكا في فرنسا راكم عارفين المسافة قريبة كامل المغتربين يمشي ويجبسوه ولا كل 6 شهور هو يهبط للجزائر ويطلع يعني كلما يروح تكون تكون الزوجة بالحمل على هادي كنفضل أنه يدروا فيزة الخطوبة أحسن لأنه فيزة الزواج يعني دايما يكونوا المشاكل مع الأطفال يعني هاي المرأة الفيزة انتحة ربحتها ومن بعد عاود الطفلي بعد حصل والأم تقدر تجي للخارج وتسمح أطفالها يكون عادة عندها 6 شهر ولا تخليه في البلاد مع أمها ولا ما تقدرش مستحيل مستحيل هادو هما المشاكل تعفيزة الزواج يعني يام الأول يتفاهموا ما كانش أطفال حتى تكمل يعني هاد المراحل تا الفيزة يعني حتى نمشي لفرنسا ونجيبوا أطفال أو يعني هاد المشاكل كامل متزوجين صرت لهم يعني بتتعمي بعد ما رفضوا لها زوج فيزة الثالثة عادة راحة يعني التحقت بالزوجة التحها مع أولادها يعني بزاف والله العالم بزاف خمسة سنين وهم في نفس القصة يدوروا كاين بزاف أصحاب أصحاب زوجي هنا في أمريكا واحد فيهم الطبيب كان متزوج ثاني في الجزائر وبعد ما نجح في القرين كارد خلى هو كان متزوج في البلاد كان عنده طفل واحد ولكن بعد ما نجح في القرين كارد ودير الفيزا جاء أمريكا وترك الزوجة بالحمل يعني هو بعد ما جاء الأمريكا والدال الجنسية قال يعني هذا هو الوقت اللي نقدر لم فيها شوية دراهم وقدر يكري دار وكل شي بش يدير لها ضم العائلة يعني بش يجيب بعد خمس سنين الدال الجنسية وقال زوج أبناء معها بعدت لها الوتائق بش تدير الملف تحال عادي هي فيزة زواج مع زوج أولادها هو نفس المشاكل تقريبا لأنه نفس الشروط في الفيزات بعد ما مشات للفيزة صابت أنه ما بعت لها شكامل الدراء بتاعت للتسنين بعت لها غير تاع العام الأخير يعني الواحد لازم قبل ما يدفع الملف يقرأ مليح هذوك القوانين يعني تاع الفيزة يدرس هم مليح وإلا ما كاش يعرف الإنجليزية أو الفرنسية يمشي لجوجل ويدير ترانسليت هذوك يمشي المحام عمر هذوك الاستمارات غالي بزاق تمشي المحام وهذه أسئلة روتينية غير مجرد عنوين وآسام وتواريخ ميلاد يعني هذ الأشياء أنت تعرفهم أحسن من المحام المحام مدى به تجي عنده وتخلصه غالي ولكن العائلات الأغلبية المغتربين في البلاد كانوا فقراء يعني يجوا للخارج غير باش يخدموا يزيد يخلص المحام باش يعمر له فقط استمار ولا شي حاجة ناسبه لكل واحد يعمر ها بوحدة من جوجل يجري ترانسليت ويعمر ها عادي أسئلة روتينية ماش مشكل ولكن كل واحد يدبر رأسها كل واحد لا يسهل علي أنا فقط بالعكس قلت لي وحدة سألت محامي وفي الخارج زعمة وقال لها نسبة الزواج نسبة ناجح فيزة الزواج أكثر من نسبة ناجح فيزة الخطوبة هي صحيح نعم نقول لك نعم ولكن علاش لأن العرب أو الجزائريين خاصة ما يتيقوش في النسان لأنه كاين حالة سرحا نتكلكم درق قصة واقعية ثاني علاش يعني كاين الرجال ما يتيقوش في النساهم يعني هو إنسان يعني في أمريكا خطب واحدة من الجزائر ودالها هاد الفيزة يعني هي ما رهاش متزوجاتها رهها غير مخطوبة معها يقول لك بعد ما تربح الفيزة وتجي لأمريكا رح تسمح فيها وتتزوج مع إنسان وحدة آخر وصرات هاد المشاكل صح بس حنت أولا أنا في رأي يعني الإنسان إلا ما كنت شتق فيها على هتخطبها ما تخطبهاش هراك شك بلي هاد الإنسان ممكن ترفضك أما لما تخطبهاش ما الأول على هتدير هاد الشكوك في رأسك وتولي في دوامة خمس سنين ونت تسمى باش تجيب الزوجة بتاعك وولادك هي إلاكات المرأة دايرا في رأسها بلي راح تخدعك حتى ولو راهم زوجتك في الجزائر وراها معاك يعني راها عندها زوج ولاد أو ثلاثة معاك بعد ما تمشي للخارج راح تطلب الخلع وتطلقك وتدي وحدة آخر أنا في رأي هاكدا يعني المرأة هارك تديها علاجة للزواج باش تحيش معها دايما إلا ما كانش تتقي ما كانش هاد الزواج أنا هاكا راي راح نتكون لكم محد يعني إنسان نعرفوه مليح كان في كندا هو مختار في كندا وكان متزوجها باش تعرفو يعني لي تخدع تخدع ما ما تقولوش يعني لا نديلها في ززواج نتأكد بلي مرتيورها ولاد معايا ما تسمحش فيها ما كاش منها هاد الشي ما كاش منها لا أدرا هو هاد الانسان صراط له في كندا اه ازوجها في البلاد في الجزائر وبعد هي تفاهمت معها بل ما نجيبوش ولاد زعمها حتى زعمها نمشي للخارج ونمشي لكندا ونجيبو ولادتما باش ميش سروش هاد المشاكل تع ميلة في الزواج هي بعد ما حطت باش تعرفو هي منك كانت حطها في رصابة الخدعة بعد ما حطت رجليها في كندا رفضت الفاليزة انتوحة وقالت لها راني ماشي اعزكم الله لماشي للمرحاض يعني تعني سا هو شافها رفض الفاليزة انتاحة قال لها يعني خلي الفاليزة هنا وروحي يعني غير رفضي زعمها غير صاكت وروحي باش تكون خفيفة هي قالت لها لا أنا راني عرقانو والمسافة طويلة وكامل ورا فيها بزف سوال احت على الماكيار وثواب ندي معايا الفاليزة الكبيرة باش نبدل حتى قش يعني ما ما نقعد شب قش هك رها غاب ني هو علانيت قلها صحة ادت معها الفاليزة انتاحة هادك السيد يعني ما زيت شاف الزوجة انتاحة هادك الوقت اللي دخلت للمرحة تعنيسة حتى وصلاته الورقة اللي تطلب فيها الطلاق واش كتبت فيها باللي الزوج انتاحة ضربها ودالها بزف عاهت في يديها فرقبتها ضربة روحها تخيلوا ضربة روحها والتهماتها باللي هو اللي ضربها هو رها تطلب الخلع منه هو رح تطلق وصح ربحت القاضية بسهولة لانه في الخارج ممنوع ضرب للزوجة او ضرب الابناء طبعا كامل الناس يعرفوا هذا الشي فطلق تهبسوه لو رحت مع انسان كت متفاهمة معاه باش يعني كتتحبه لما لابليش يعني حالة خاصة صارت له والناس كي يستمعوا بهذا القصص يخافوا باش يديروا فيزيت الخطوبة خاصة فيزيت الخطوبة لانه ما تكوش من زوجاته يعني يكون بيناتهم فقط خاتم تقول لك قادر تنزع ذلك الخاتم وتدي اي واحد اخر يعني الله يهديهم نسال يديروا كمهاك على كل حال ولكن انا المعلومات لي عندي قلتهم لكم انا بالنسبة لي الزوج التاعي جزائري عادي درنا فيزيت خطوبة انخطبنا في البلاد ودرنا حفلة صغيرة العيلة تاعي والعيلة تاحم وما كاش مشي من لافام انتاعي هو عادي تعارفنا في البلاد وعادي وما كان حتى مشكل وكانت الفيزا سهلة في المقابلة يعني البروست صح طوله وحد العام وشهرين كما اي فيزة خطوبة او زواج عادي والحمد لله الانسان كيكون من يتهمله والاختار انسانه باش يزوجها للحلال وهي تاني تكون يعني ارتابطت معه حلاج الاحلال ما يكون حتى مشكل باذن الله وربي ربي هو اللي سهل ونتمنى الخير الكامل للعائلات ان شاء الله وربي سهل على كامل الناس وعاونونا بالاشتراك في القناة ان شاء الله وانا اي معلومة نعرفها واي اسئلة تتحبوا تكتبها كتبها في الكومنترات في التعليقات ورح نجاوب عليها ما كان حتى مشكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته